قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بزيارة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حيث أعقد سموهما اجتماعا بقصة لقضبية صباح اليوم تم فيه استعراض جملة من القضايا المتصلة بالشأن المحلي والإقليمي والدولي وخلال اللقاء أكد سموهما أن زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية قد أضافت أبعادا سياسية واقتصادية جديدة للعلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين مشيرين سموهما إلى أن ما حظيت به هذه الزيارة التاريخية لجلالة الملك المفدى من اهتمام من دولة عظمى كالصين يؤشر على المكانة الدولية التي تتمتع بها البحرين كما يعكس نجاح جهود المملكة في بناء علاقات أكثر متانة بين المملكة ومختلف دول العالم وقد استعرض سموهما خلال اللقاء سبل زيادة عناصر الجذب الاستثماري في المملكة وما يتطلبه ذلك من مراجعة مستمرة للإجراءات وتقييمها بشكل دوري لضمان أن تكون مرينة وبسيطة وملبية لاحتياجات المستثمرين والشركات الاستثمارية ووجه سموهما في هذا الصدد إلى دراسة لتبني الآليات والإجراءات الجديدة بعيدة عن التعقيدات ومشجعة للشركات لأن تنطلق بأعمالها من مملكة البحرين ويستفاد بهذا الشأن من تجارب الدول المتقدمة المشابهة لمملكة البحرين في مناخها الاستثماري فيما دعا سموهما إلى تطوير الحوافز والبنية التشريعية ودعم البنى التحتية التي تساعد على جذب الاستثمارات وتعزيز مركز البحرين كمقصد استثماري حاضن للاستثمارات التي تنشد النجاح وقد استعرض سموهما خلال اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية حيث أكد أن التطورات المتلاحقة في المحيطين الإقليمي والدولي تؤكد الحاجة إلى مزيد من التكامل بين دول مجلس التعاون فلا يمكن مواجهة التحديات التي تحدق بالمنطقة إلا بشكل جماعي لضمان تخفيف وطأتها على دول المجلس وشعوبها